ممكن ما عليك بيحكم طبعا بوتيني مدة شهرين كاملين ويقول لا ليس لدينا نية في الغزو وكان يقول انه هذه القوات للتدريبات وللمناورات في النهاية غزل البلد برا وجوا وبحرا فبالتالي لما نبني موقف على تصريح روسي انه والله احنا في محطة شرنوبل اخذناها عن طريق هذا غير صحيح الى حد الان فيه خسائر كبيرة في تلك المنطقة اما بالنسبة الى ما يحدث حاليا الاحتلال ماذا يفعل الاحتلال يفرض واقع جيوسياسي جديد ويفرض سلطة جديدة موالية له سواء بقي ام لم يبقى وبالتالي اما ان نعرف ما يحدث الاحتلال من خلال المدرسة الواقعية او من خلال ما سيحدث لاحقا والتصريحات الروسية تشير الى امر واضح وهو انه يريدون تغيير السلطة بل فيه تقارير على فكرة فيه تقارير ان بدأت تنتشر بالاسماء على ان هناك اسماء ستقتل وستعتقل وذكر اين اليوم الرئيس الاوكراني السابق الملياردير الاوكراني بيترو باراشينكا وهو مع مجموعة من المقاتلين حامل السلاح يعني مشهد عجيب انه هذا الملياردير لا يهرب وانما حامل السلاح هو الكلاشينكوف يقول انظروا معي نكلاشينكوف ويقول بوتين قادم لقتلنا يعني المحتل ماذا يفعل يفرض واقع سياسي وبالتالي بوتين هو يريد ان يأتي الى اوكرانيا ليفرض واقعا جديدا يكون هذا الواقع موالي لروسيا من خلال جعل اوكرانيا دولة فاشلة دولة ضعيفة دولة موالية لموسكو دولة تدور في الفلك الروسي وبالتالي الوقوف عند المصطلحات السياسية الوقوف الطوين عندها ليس مهما في هذه المرحلة المهم هو الواقع وكيف سيتشكل الواقع الاوكراني بعد الهجوم الاجتياح الروسي لاوكرانيا اما مسألة ان هذا احتلال وليس احتلال حقيقة هذا لن يغير من الواقع شيء لان الواقع يوحي بان روسيا عازمة على تغيير جغرافيا اوكرانيا من خلال فرض ممكن نموذج في دولة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة